أهلا بكل مشتركين ومتابعين قناة عربيت حساس الكرانك نقدر نقول أنه من أهم الحساسات في السيارة إن لم يكن أهمها ووظفته نقل المعلومات عن سرعة عمود الكرانك لكمبيوتر السيارة لكي يتم تحديد الوقت الصحيح لإطلاق الشرارة من البجهات إلى غرفة الاحتراق داخل المحارب لبدء عملية الإشعال بين الوقود والهواء حتى يتم توليد الطاقة اللازمة لحركة السيارة ومع مرور الوقت قد يتعرض الحساس للتلاف مما يسبب العديد من المشاكل والأعطاء وذلك لعدم قدرته على أداء وظيفته وبالتالي يبدأ الكمبيوتر بدوره في إعطاء إشارات خاطئة وعملنا فيديو قبل كده عن طريقة عمله بالظبط هيظهر في علامة الآيفو وكمان هتلاقي الرابط في سندوق الوصف وتعالوا نتعرف على أعراض تلاف حساس الكرانك ورقم واحد هو ظهور لمبة المطور فلو كمبيوتر السيارة اكتشف مشكلة بإشارة حساس الكرانك سيقوم بتنشيط لمبة المطور على طابلوس السيارة لتنبيهك بالمشكلة ويمكن أن تظهر لمبة المطور بسبب مجموع متنوع من المشاكل الأخرى لذلك يجب إجراء فحص باستخدام قارئ OBD2 بحثا عن كود العطل وقد تظهر رموز الأعطال التالي B0389 أو B0385 أو B0339 أو B0335 للإشارة لوجود مشكلة ما بحساس الكرانك أما تاني عرض فهو اهتزازات وتفتفى في المحرك لأن بمجرد تلاف حساس الكرانك لا يمكن تحديد موقع عمود الكرانك أو سرعته كما أن عدم وجود توقيت مناسب للشرارة يعمل على تعطيل التزامن الحرقي للبسات مما يتسبب في اهتزاز المحرك بشدة إضافة إلى ذلك قد تسمع بعض الأصوات الغريبة أثناء حركة المحرك في حين أن هذا قد يكون بفعل عدة أسباب مختلفة إلا أن حساس الكرانك قد يكون واحد منه وإذا كان الحساس لا يعمل بشكل صحيح فلا يمكنه مراقبة موضع العمود المرفقي أو سرعته وبالتالي سيعمل بدون معايرة وتحكم مستمر بواسطة وحدة تحكم الإلكتروني نتيجة لذلك قد يبدأ في العمل خارج نطاق الضبط وهي دي النقطة اللي بتأدي الاهتزازات والتفتف أما رقم ثلاثة فهو فقدان التصرع للمحرك فبناء على دوران عمود الكرانك الحساس بيبلغ كمبيوتر السيارة بكمية الوقود التي تحتاجها علاوة على ذلك يمكنه إعلام وحدة تحكم الإلكترونية بالوقت الأفضل لإشعال خليط الوقود والهواء في غرفة الاحتراق بسيارة وإذا فشل حساس الكرانك فسيقدم إشارة غير دقيقة أو غير كاملة إلى وحدة تحكم الإلكتروني وهذا يؤدي إلى توقيت شرارة وكمية وقود غير صحيحة وقد يزداد الأمر سوءا عندما تزيد سرعات المحرك أو بمعنى آخر ستلاحظ خسارة في الأداء وضف في عزم السيارة ورقم أربعة هي زيادة استهلاك البنزين تتمثل إحدى مزايا حساس الكرانك الذي يعمل بشكل صحيح في تحسين كفاءة استهلاك الوقود وذلك لأنه يقوم بإخبار وحدة تحكم بكمية الوقود التي يجب حقنها في عملية الاحتراق أما إذا فشل المستشعر فلن يتمكن من تقديم إشارات دقيقة للمحرك مما يؤدي إلى خلل في مقدار الوقود الذي يجب استخدامه ومتى يتم الإشعال بشكل صحيح أما رقم خمسة فهو صعوبة تشغيل محرك فقد تواجه بعض المشاكل في بدء تشغيل محرك السيارة وذلك لأن كمبيوتر السيارة الذي يدير كل شيء في سيارتك ليس متأكدا من كمية الوقود التي يجب حقنها في غرفة الاحتراق أو متى يتم إشعالها علاوة على ذلك لا يمكن تحليل البيانات الأخرى التي يتم قياسها بواسطة واحدة التحكم بانتظار لأن بيانات مستشعر الكرانك إما غير صحيحة أو لا تقدم أي معلومات على الإطلاق ورقم ستة هو توقف المحرك فجأة لأن حساس الكرانك بالضبط كده عامل زي جهاز العصبي في جسم الإنساء ولو توقف فجأة هيتوقف مع كل أجزاء الجسم وبكده نكون تكلمنا عن أهم ستة أعراض قد يسببها تلف حساس الكرانك فلو شايف الفيديو مفيد ما تنساش تدعمنا بلايك وتشاير الفيديو مع كل صحابك وتشترك في قناة عربيتي علشان يوصلك كل جديد